32 قرار صدروا النهاردة في بيان وفي ختام قمة المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية التي أقيمت اليوم في المملكة العربية السعودية قمة عربية إسلامية بعد إلغاء القمة العربية الخاصة بفلسطين أو القمة الإسلامية وتم دمج الاتنين علشان يخرجوا ب32 قرار لم يكن هناك قرارات مفاجأة فهذا ما سيطالب به العرب والمسلمين في كل مكان طلبوا بإدانة العدوان رفض توصيفها زي الحرب الانتقامية أو تبريرها تحت أي دريعة كسر الحصار على غزة فرض إدخال قواف المساعدات الإنسانية دعم كل ما تتخذوا مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي دعم جهود مصر لإدخال المساعدات بينات كلام كتير جداً ما حدش كان معول على هذه القمة بأكتر من هذا القمم لا تأتي بنتائك ولكن بتبقى تخليص زمة احنا عملنا اللي علينا وهذا ما يستطيعه القادة العرب في ظل إمكانيات عربية محدودة في ظل هيمنة عسكرية أمريكية أوروبية في ظل تشتت عربي ما عندناش قوة عربية ولا واحدة عربية ولا أي حاجة كل دولة عربية بتدور على نفسها فهو ده المرتجع يعني ما فيش أعلى من كده نقدر نوصله دي نتيجة عظيمة من التوصيات إيه اللي حيتم فيها احنا لسه قدامنا رحلة طويلة جدا النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كمان ألقى كلمة وقال فيها ست ست رسائل ست نقاط مطالب لحل القضية الفلسطينية أخذت ستة تقريبا اللي هو السيد الرئيس قالهم موجودين في توصيات القمة زي الوقف الفور والمستدام لإطلاق النار في غزة الممارسات وقف الممارسات اللي تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين لأي مكان وداخل أرضهم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني ضمان النفذ الأمن والسريع المستدام للمساعدات الإنسانية تحمل إسرائيل مسؤولياتها الدولية باعتبرها القوة القائمة بالاحتلال التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي طبعا بتوع حماس صلبوا القادة العرب بأنهم ياخدوا قرار تاريخي وحاسم بالتحرك لوقف الأدوان هل يملكون؟ متحدث باسم مكتب نتنياهو وجه رسالة وقال لهم وعايزين المتين اللي واخدينهم بتوع حماس وداعش لكن السبع تلاف ولا الثمان تلاف اللي عندهم ولا أكتر من عشرة ألاف اللي قتلوهم عادي مش مهم ما بتكلموش عنهم لأنهم بيستعمون بيستعمون بيستعمون